لا تشبع إيران من نفوذها الحالي في العراق وسوريا ولا يبدو أن هناك سقفا لمطامعها في المنطقة مشروع الربط السككي بين إيران والعراق وسوريا يعود للواجهة مجددا في محاولة من طهران لثعميق نفوذها أكثر فأكثر على جميع الأصعدة مسار الربط سيكون عبر الحدود السورية إما عن طريق منطقة التنف أو مدينة البوكمال وإن كانت إيران تفضل الخيار الثاني حيث سيذهب خط السكك باتجاه حمص وصولا إلى مياه المتوسط في مدينة طرطوس ويجعله بعيدا عن مناطق نفوذ واشنطن محللون وخبراء اقتصاديون أكدوا أن الاتفاق على الربط السككي لن يكون أبدا في مصطحة العراق بينما سيصب بشكل كامل في مصطحة إيران إذ سيدر عليها مليارات الدولارات يفتح الباب لها أمام إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية لميليشياتها ويوفر عليها الكثير من المال والجهد ويمكن هذه الميليشيات من التنقل بحرية لا يقف الأمر عند هذا الحد إذ سيوفر الربط لإيران إمكانية إغراقها الأسواق السورية والعراقية بجميع أنواع البضائع الرديئة في ظل سيطرة ميليشياتها على البلدين ولعل النقطة الأهم من كل ما سبق أن تكلفة الربط ليست كبيرة فالخطوط الحديدية هي محلية وموجودة بالفعل باستثناء المنطقة الخاصة بمنفذ الشلامج الحدودي الذي يربط العراق بإيران حيث لا يتعدى طولها 32 كم اشتركوا في القناة